اشتركوا في القناة الملتقى الأول لجمعية المغربية لضحايا الألغام لتم فيه تدارس كل ومناقشة كل ما يتعلق بالألغام المضادة لأفراد وكيفية التحسيس والتتقيف هي قصتي كيف وقعت يعني كنت أنا والوالد ضيارة عن شي من الحيوان تمينا ماشيين في وديير تيمي سنة تاتشي يوم تسعى شهر واحد الفين وعشرين كنا ديارة والذين تمينا ماشيينين انفاجر بنا لغم أرضي من نوع وانتشار جبرنا منين بعد منين جات الهندسة العسكرية جبرت تسعى لغام ثانين ما هم انفاجروا جاب الله قدر الله ما انفاجروا كاملين المهم كسروا لكراعية الثنتين لحد الساعة مزلت ما نمشي تابعاني عملية مستقبلا ان شاء الله تكون بخير على خير وجينا اليوم في هذه الملتقية كانت نتحدثوا على الألغام وخطورتها سواء الجسمانية البذنية والله حتى النفسية لما بعد الصدمة وكيف هاد الآفة تعرفها في جميع دول العالم عنها آفة تهدد الحياة البشرية كاملة وتهدد الاستقرار والسلم والأمان وجاينا نوععوا في الدشون تكلموا التحسيس ونوععوا الناس وحتى نشروا ثقافة الحضر لانه اي واحد يحاول الى اجبر اي لغم والله اي لغم والله مادة شبهة عسكرية يبتعد عنها ويخبر السلطات اللي تقدهي التعامل مع الموضوع بحرص وعناية ودقة انا كانت قامت بيا ميناء على اقليم آسة الزاك كنت سارحة بالضبط في تويزقي سنة 2003 كنت سارحة الغنم قامت بيا الميناء فيم من هذه الساعة بدأت المعاناة ديالي من تطبيب ومن مستشفيات وهذا وكذا والعمليات تميت هكاك هكاك الى مؤخرا من ذيك الفترة الى مؤخرا تعرضت الاهمال طيب بشوي من ما سبب عنه نتج عنه قطع الكراع واللي باقي في اخلاقي قباله هو انه الكراع مشات ومزلت ما استفت من اي تعويض من 2003 الى احد ساعة ما فتستفت من اي تعويض ولا شي الحمد لله على كل حال انا انظر نوصل الى رسالة للشباب وهذا انه يحاولوا ما امكن يبعدوا من اي من اي لغم والله من اي شي مشبوه يوم خمسة في شهر سبعة وتسعمية وانت بياه الميناء على ضوها فقط كراعي ليسرا وفق العين ليمنى والعين ليسرا مملي حتى هي حمد الله في شاكر ودير عليها للتعمليات وحدها في الدار البيضة وثنتين في قدير والكراع ليمنى مملي حتى هي مجرحة ومجرحين لاصباع ومجرح لوجه سنة 2003 فكنت في الطريق الرابطة بين آسة والببيرات رقم واحد في أجبال الورق زيز يعني كانت انا ماشي على كراعي يعني في وقت مبكر من الصباح يعني ستة صباحا ومراكت اني العادي كيفي كيف تركح تعالى نتسدى البر يعني هلي في البادية ومراكت بكري نشوف احتانا الاجواء وطيت عليها وطيت عليها وكانت يعني وضيها قوية فطيت عليها بكراعي يعني مستني في الكراعة دارتلي جروحة متفاوت الخطورة تم نقلوني على وجه السرعة إلى مدينة أقادير وعنيت من ياسر حتى عنيت من ياسر يعني من حياة ياسر من الحياة بين أقادير والرباط ونتمنى ونتمنى من كل قلبي من كل قلبي الجميع الجهات المعنية بهذا الأمر يحد من هذا المخاطر إلى حد الآن ما زالت الحياة والحياة والحياة البرية ما زالت تعاني وتعاني وتعاني كثيرا 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 مزالت الأرواح تنحصد يوميا يوم على يوم أرواح للغام في الصحراء المغربية اللي بغينا نوصل للميصاج اللي بغينا نقوله أنه الحاميات العسكرية اللي كيوقع حذاها ديما أي انفيزار لأننا نشكرهم على تدخلهم السريع وعلى تلبيتهم لدعوة الضحية منين يوصلوها للمستشفيات وعلى وقوفهم معه هذا الشكر أن نقدموه للحاميات العسكرية والقوات المسلحة كاملة لأنه تدخلهم أحسن ما يرى يدخلوا في تدخل على أحسن ما يرى واللي بغيت نوصل نظريك عنه هذا الضحايا اللي هم مثلا من 76 ولا من 75 إلى هذا الضحايا اللي ما كانت عندهم محاضير وإن شاء الله بإذن الله بتدخل هذه الجمعيات اللي كيعملوا في مجال الضحايا جلهم لقاوا المحاضر ديالهم في المحاكم العسكرية وفي الحاميات العسكرية وفي دارة الدارة اللي بغينا نوصلوه ضريك عنه هذا الضحايا ذي المشكل اللي كيعملوا هما منه من التهميش والإقصى عنه الحمد لله نحل لقينا لقينا الحمد لله لقينا تلبية هذا المشكل اللي كان عندنا من الضحايا السلام على جنابكم العالي الشريف ومقامكم السامي الملي ترجمة نانسي قنقر